أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا هذا هو لسان حالك تائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عندما استخدمت لأول مرة صاروخ السهم الأحمر في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في رفح يعد صاروخ السهم الأحمر قاهير الدروع أحد الصواريخ الصينية الموجهة المضادة للدروع ويطلق عليه اسم HG8 وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية عبر تحديد الهدف وتتبعه لحين الإصابة دخل صاروخ السهم الأحمر الخدمة في أواصة ثمانينيات القرن الماضي وتبلغ سرعته 220 مترا في الثانية الواحدة في حين يقدر مداه بأربعة كيلومترات وهو مدا كاف للقتال في المدن فضلا عن إمكانية اختراق ما بين ثمانيمائة وألف ومائة ملي متر من الدروع والدبابات السهم الأحمر الذي أدخلته القسام للخدمة وضربت به آليات إسرائيل في الشهر التاسع من معركة توفان الأقصى لم يعرف للآن كيف وصل للفصائل الفلسطينية وهل كان ضمن مخزون الأسلحة التي تملكها القسام أم أنه وصل خلال المعركة وأثرت كتائب القسام استخدامه في استهداف الآلية أوفيك لإثبات قدرتها على استهداف القوات والمعدات الإسرائيلية بأسلحة نوعية جديدة بخلاف صواريخ الياسين أو بعض أنواع الاربيجي الخفيفة المضادة للدبابات فترى هل تخفي حماس مزيدا من الأسلحة النوعية الأخرى لنشاهدها تخرج إلى النور مستقبلا الأيام المقبلة قطعا ستجيب عن هذه الأسئلة